السلام عليكم جيت ندر هذا الفيديو لكي نعود لكم على واحد حادثة وقعت لي الأسبوع الليداز كنا كنا نصور البرام للناس النهائية وتواصل معي واحد سيد قال لي بأن مجموعة الناس كلفوه لكي ينفذ واحد تهديد جسدي كنت انا في العلوش نوجد بالطبع كنا نعود هذا الشي للفريق التقني والفني الذين نشاركون الاشتغال ولكن كانت حاضرة معي لستيليس لذلك نهار صورت ولكن اللغة بليه توجهت مباشرة الولايات الأمن بالرباط توجهت وحطيت شكاية ديالي وكان شكر سيد الحموشي كان شكر السيدريسي كان نشكر نساء ورجال الأمن الذين كانوا استباقيين وفي واحد الوقت واجيز وفي واحد الوقت قصير جدا وقياسي تمكنوا من القبض على هذا السيد هذا وفي الأخر اكتشفنا بأنه دائر هذا السيناريو كله باش يقوم بالبتزاز انا قدرت هذا الفيديو اولا باش نخبركم بهذه الحادثة ولكن نتقسم معكم جوجة الأشياء الناس اللي كتخول لهم نفسهم انهم يقوموا سواء بالقدف ولا بالبتزاز ولا بالترهيب ولا بالتخويف ديال الناس سواء عبر التليفون ولا الواتساب ولا وسائل التواصل الاجتماعي يعني يوقفوا على هذا الشي بس كالبلاد ما فيهاش سيبة البلاد فيها القانون والناس اللي تعرضوا لهذا الشي يعني الابتزاز ولا الترهيب ولا التخويف بقيت نقول لهم ما يخافوش وما يترددوش انهم يمشيوا ويتواصلوا مع جهاز الامن الوطني مشكورين اللي كيقوموا بجميع المجهودات باش يحيدوا هاد الافل اللي ولينا كنعيشوها بزاف وشكرا شكرا